السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحبا طلاب العزاء في مراجعة اختبار مهندة الرياضيات الصف السابع للفصل الدراسي الثالث نبدأ على بركة الله بالنسبة للسؤال أو الفكرة الأولى تعريف السيركونفرنس هو محيط الدائرة ونحن في عندنا قانونين لمحيط الدائرة على حسب المعلومات المعطيني اياه في السؤال إذا معطيني في السؤال الدياميتر السيركونفرنس سيساوي باي ملتبلاي الدياميتر أو إذا في السؤال معطيني نصف القطر أو الريديس القانون سيكون عندي 2 ملتبلاي باي ملتبلاي R وقيمة البي في جميع الأحيان رح تكون عندي تساوي 3.14 فالآن بالنسبة للسؤال التالي لو نظرنا إلى السؤال معطيني المسافة الكلية مرورا بنقطة المنتصف فطبعا هذه المسافة رح تكون عندي الدياميتر أو الدي فاستخدم القانون سي أو السيركونفرنس يساوي باي ملتبلاي الدي سيركونفرنس سيكون قيمة البي نفس ما اتفقنا هي 3.14 ملتبلاي الدي which is 2 inches 3.14 ملتبلاي 2 سيركونفرنس رح يساوي 6.28 إنش فهنا طالب مني طول السور نحن نفس ما اتفقنا محيط الدائرة هي المسافة حول الدائرة فالفنس أو السور بما أنه عبارة عن شكل دائري فالمطلوب في السؤال هو السيركونفرنس أو محيط السور بنفس الطريقة بما أنه في السؤال معطيني المسافة الكلية من محيط الدائرة إلى محيط الدائرة مرورا بنقطة المنتصف سيركون عندي الدياميتر فاستخدم القانون الأول سيركونفرنس إيكوال باي ملتبلاي دي سيركونفرنس رح يكون البي رح تساوي 3.14 ملتبلاي الدياميتر which is 14.5 سيركونفرنس هذه البي رح تساوي سيكونن للجواب 45.53 فت وبنفس الطريقة إذا كان لدينا الدياميتر سيركونفرنس 3.53 سيركونفرنس أو محيط الدائرة مع الدياميتر معطيني الان نصف القطر الـ R which is 31.5 طبعا 31.5 استطيع كتابتها بهذا الطريقة 31.5 استطيع كتابتها بهذا الطريقة سيركونفرنس رح يساوي 2 ضرب قيمة البي ضرب الـ R أو الريديس 2 ملتبلاي 3.14 ملتبلاي الريديس المعطينيه في السؤال 31.5 استطيع أني أضرب الـ 31 في الاثنين سيكون عندي equal 63 ضرب قيمة البي وهي 3.14 سيكونفرنس أو المحيط 197.82 يارت سيكونفرنس 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 مع راديس 4.4 سيكونفرنس سيكونفرنس 3.14 لتعطي الريديس 100 إذا يجب بنفس طريقة السؤال الثالث استخدم القانون في النهاية المفروض يمكنك فعل هذا بإذن المفروض يطلع معاكم إن الريديس رح يساوي أو السير كونفرنس سيكونفرنس سيكونفرنس 27 سيكونفرنس 286 سنتيمتر فهو الآن معطيني المحيط معطيني قيمة المحيط 286 سنتيمتر فعند approximate diameter of the flower وطالم مني إنني أوجد الدياميتر use 3.14 for buy round to the nearest 100 if necessary فالآن معطيني السير كونفرنس والدياميتر فحكت بالعلاقة أو القانون اللي حيربط ما بين السير كونفرنس والدياميتر نحن تعلمنا إن السير كونفرنس باستخدام الدياميتر رح يساوي سير كونفرنس يساوي البي ضرب قيمة الدياميتر فالآن هعوض بالبيانات الموجودة عندي في السؤال قيمة السير كونفرنس ما يطيني إياها 286 وأنا عارف قيمة البي always will equal 3.14 ضرب الدياميتر اللي هو هيكون مجهول عندي في السؤال طبعا this is a multiplication equation معادلة الضرب بسيطة والمجهول هيكون عندي هو الدياميتر عشان أوجد قيمة الدياميتر لازم أعمل isolation للباريبل اللي هو الدياميتر الدي فلازم أتخلص من أي عدد مرتبط في الدي عن طريق عملية الضرب جمع طرح أي إن كانت فهنا العملية حتكون عندي عملية ضرب عشان أتخلص من عملية الضرب حستخدم الـ inverse operation أو عكس عملية الضرب ألا وهي القسمة وحقسم الطرفين الـ both sides by 3.14 اللي هي الـ buy فهنا 3.14 divided by 3.14 هيكون عندي الواحد هيكون عندي الدياميتر رح يساوي حاصل قسمة 286 by 3.14 هيطلع معي تقريبا الدياميتر رح يساوي 91 and 8 hundreds بنفس الطريقة للسؤال التالي الـ helicopter pad has a circumference of 47 and a half 47 ونص find the approximate diameter of the helicopter pad بنفس الطريقة حبدأ بالقانون اللي حيربط ما بين السيركونفرنس والدياميتر اللي هو السيركونفرنس equal by multiply الدياميتر واعوض بالـ variables اللي عندي إياه في السؤال فعندي قيمة السيركونفرنس نعطيني 40 7 and a half equal الـ buy which is 3.14 multiply الدياميتر d now this is my variable هذا هو المتغير اللي هو الدياميتر المطلوب مني في السؤال ستخلص من جميع العداد المرتبطة في الدي 3.14 مضروبة في الدي بحكس عملية الضرب إلى قسمة I will divide both sides حقسم الطرفين بالـ 3.14 الدياميتر 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 حيتبقى لي فقط الدي 1D بحكس عملية الضرب ومعطيني قيمة الضرب 34 48 100 انش 3.14 4 buy round to the nearest handpiece فالآن حستخدم القانون اللي حيربط ما بين قيمة الradius والcircumference فالقانون عندي circumference باستخدام الradius will equal to multiply by multiply قيمة R اللي هي الradius الآن اول substitute to the variable عندي قيمة C أو circumference معطينيها في السؤال 34 48 100 رح يساوي 2 ضرب قيمة buy ضرب R الآن هعمل بعض simplification هضرب 2 multiply 3 point 14 حيط معي الجواب 6.28 6.28 ضرب R أول multiply these two numbers circumference سيكون عندي نفس ما هو بنفس الطريقة اللي حليني فيها لسئلة السابقة الvarium اللي سيكون عندي الآن radius فلازم أعمل isolation لل R عن طريق عملية القسمة حقسم الطرفين 6.28 6.28 100 سيطلع معي في النهاية أن الradius equal 5.5 تقريبا وهذا باختصار بالنسبة للسؤال الأول كيف نجد المساحة 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 بالنسبة للدائرة أو المساحة 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 في عندي قانون واحد فقط الarea will always equal by قيمة by multiply the radius to the power of 2 فأنا محتاج فقط من القسم قيمة radius and I kind ممكن أوجد قيمة الarea فلو نظرنا إلى السؤال الأول what is the area of one side of a penny use 3.14 for by round to the nearest if necessary فلو نظرنا إلى السؤال معطيني المسافة من منتصف الدائرة إلى محيط الدائرة دائما اتفقنا this is the radius أو نصف القطر so here I can use الفورمولة ممكن أستخدم القانون بشكل مباشر فحيكون عندي الarea equal الby ضرب r to the power of 2 هعوض بقيمة الby اللي هي 3.14 multiply r هيكون عندي 7.1 7.1 to the power of 2 معناها 7.1 multiply 7.1 أول multiply these three numbers مع بعض هيطلع معاي في النهاية 158 and 29 hundredths meter to the power of 2 طبعا meter to the power of 2 لأن الآن أتعامل مع الarea أو المساحة بنفس الطريقة للسؤال الثاني هيكون عندي بشكل مباشر هستخدم القانون you can do this by yourself ممكن تجرب توجد الarea المفروض ان الarea في نهاية السؤال يكون عندكم الجواب 56 and 72 hundredths inch to the power of 2 الآن what is the area of the drum head on a drum use 3.14 for by round to the nearest hundreds نحنا نفس ما اتفقنا في عندي قانون واحد الarea will equal by multiply r to the power of 2 لكن إذا نظرنا للسؤال هو معطيني المسافة من محيط الدائرة إلى محيط الدائرة اللي هي 14 وهذا المسافة نفس ما اتفقنا هي الدياميتر فأنا المفروض أوجد الريديس أنا محتاج في السؤال الريديس how can I find الريديس الريديس يا شباب هي نصف مسافة الدياميتر فحأخذ قيمة الدياميتر للأربع عشر وأقسم ها على اثنين so 14 divided by 2 should equal 7 this is my radius وأخذ قيمة الريديس أو نصف القطر وأعوضها في القانون so now I have 3.14 multiply 7 to the power of 2 معناها 7 multiply 7 be careful في خطأ شائع بعض الطلبة يضرب قيمة الريديس في 2 no no this is R multiply R so now سيكون عندي 7 multiply 7 سيكون عندي تساعة واربعين تساعة واربعين multiply 3.14 4 I will end up with 153 and 86 inch to the power of 2 question number 4 find the area of the circle use 3.14 for buy around to the nearest hundreds بنفس الطريقة استخدم القانون area equal by ضرب R to the power of 2 ولو نظرنا إلى السؤال يعطيني المسافة من محيط الدائرة إلى محيط الدائرة مرورا بالمتصف وطبعا هذه المسافة ستكون عندي الدياميتر سيوجد الريديس من الدياميتر نفس ما اتفقنا الريديس باختصار هو الدياميتر قسمة 2 سأخذ منتصف المسافة سيكون عند الجواب 9.5 تسعة ونص سيكون عندي 3.14 x 9.5 x 9.5 حيكون عندي الجواب في النهاية 283 and 39 hundredths سأتعامل مع السيمي سيركل أو نصف الدائرة وقانون السيمي سيركل أو area of any سيمي سيركل هي باختصار مساحة الدائرة قسمة 2 أو مساحة الدائرة ضرب نص فهنا القانون for the سيمي سيركل أو area of a سيمي سيركل is half نص multiply by multiply r to the power of 2 mr ling is adding a bond in a shape of semicircle in his backyard what is the area of a bond used 3.14 as a buy around to the nearest hundredth if necessary فهنا طبعا في البداية نتأكد إن نحنا وجدنا radius من السؤال طبعا ما يعطينا هو منتصف المسافة أو نصف القطر فال 8. and 3.4 رح يكون عندي this is radius فالآن حعوض القانون طبعا and 3 over 4 in decimal هي 8.75 ثلاثة تربع فالآن حعوض القانون so half multiply 3.14 multiply r to the power of 2 فهيكون عندي الر 8.75 ضرب 8.75 times now ممكن أبسط التعبير التالي وأضرب كل الأرقام بع بعض هالبعض هيكون عندي في النهاية الجواب 120 20 hundredths feet to the power of 2 vader needs to buy a mulch for his garden what is the area of his garden use 3.14 for buy around to the nearest hundredths بنفس الطريقة اللي استخدمنا فيها قانون semi circle you can do this by yourself ممكن تحل هذا السؤال المفروض أني يطلع معاكم النهاية في الارية 47 49 hundredths طبعا to the nearest hundredths إلى أقرب جزء من المئة معناها بعد الفاصل العشرية بمرتبتين هذا جزء من العشرة and this is hundredths دائما نقرأ السؤال إذا هو طالب مني to the nearest hundredths ولا to the nearest tenths the exact circumference of a circle is 18 by بالنسبة للسؤال التالي هو معطيني قيمة circumference أو محيط الدائرة لناقشنا في السؤال الأول معطيني circumference 18 by what is the approximate area of the circle وطال مني أني أوجد الارية الآن الفكرة من السؤال التالي أن من circumference حوجد قيمة الريديس لأن نحن عارفين عشان أوجد الارية أنا محتاج قيمة الريديس محتاج الريديس والريديس غير مذكور عندي في السؤال لكن في السؤال مذكور عندي circumference فمن circumference أستطيع أني أوجد الريديس من القانون اللي هو c equal 2 multiply by multiply radius فعوض بالvariable الموجود عندي في السؤال فالcircumference سيكون موجود عندي 18 by رح يساوي 2 ضرب by ضرب r فممكن أعمل بعض التبسيطات سيكون عندي 2 ضرب by حيكون عندي 2 by multiply r فأنا حيكون عندي 18 by فبما أنا عايز الرئيس فأتخلص من 2 by عن طريق القسمة سيكون 2 by in both side في الرئيس رح يساوي تنسل out these two ال by سيكون out by 18 divided by two حيكون عندي 9 now I'm ready to find area أستطيع أني أوجد area بكل بساطة فالآن استخدم القانون area رح تساوي by هي قيمت 3.14 multiply r to the power of two r وجد ها من الجزء الأول من السؤال 9 9 multiply 9 9 multiply 9 81 حيكون عندي 80 multiply by 3 point 1 4 or I'll end up with 254 and 34 وهذا باختصار بالنسبة للسؤال الثاني السؤال الثالث area of a composite figure بالنسبة al area al composite figure هيكون في عندي سؤالين سؤال في الجزء الإلكتروني و سؤال في الجزء الورقي فنحن محتاجين أن نركز في هذا النوع من الأسئلة الفكرة الأساسية من area of composite shape أن في البداية حنظر إلى الشكل المركب أو composite shape وأحلله إلى أشكال أبسط وأوجد المساحة للأشكال الأبسط وفي النهاية حجمع areas أو المساحات مع بعضهم البعض فلو ألقينا نظرة على الشكل الأول الشكل الأول لو نظرنا إليه هو عبارة عن semi circle نص دائرة and a rectangle مستطيل فto find the total area عشان أوجد المساحة الكلية للشكل المركب أو composite shape حوجد المساحة لل semi circle I will find the area of a semi circle طبعا باستخدام القانون وحوجد الarea للrectangle باستخدام قانون للrectangle and I will add the results together حجمع النواتج بعد ما أوجد المساحات مع بعضهم البعض فلو بدأنا بال semi circle نحن متذكرين أن القانون لنصف الدائرة a رح يساوي half multiply by multiply r to the power of 2 فأنا الآن محتاج قيمة radius أو نصف القطر r طبعا أنا عارف أن طول الظلع أو الدياميتر بشكل كامل رح يساوي لاثناش عادي كلها ثناش فالradius رح يكون منتصف المساحة which is 6 so now I can substitute here half multiply by 3.14 multiply r to the power of 2 r رح تكون معاي 6 multiply 6 6 6 36 36 multiply half يكون عندي 18 18 multiply 3.14 هيكون عندي الجواب 56 and 25 hundredths وهذا الجزء الأول من المساحة is for the semi circle الآن هنتقل لarea number 2 اللي هي الرектانجل أو المستطيل نحن عارفين مساحة المستطيل هي length multiply width طول ضرب العرض سيكون عندي الطول 12 والعرض 12 so 12 times 12 سيكون عندي 144 so the total area of a composite figure total area بكل بساطة رح تكون مجموع المساحات الجزئية so 56 and 25 hundredths plus 144 I will end up with two hundred and fifty two hundredths طبعا ما ننسى الوحدة ستكون عندي yard to the power of two بنفس الطريقة الشكل الثاني الشكل الثاني لو قسمنا الشكل من هذه المنطقة هو عبارة عن two rectangle أو مثلثين فحيوجد مساحة المثلث الموجود عندي في الأعلى المثلث الموجود عندي في الأسفل وأجمع المساحتين مع بعضهم البعض so للتذكير area of a rectangle مساحة المثلث if you remember is half نص multiply B طول قاعدة المثلث multiply H ارتفاع المثلث so here I will have لو نظرنا إلى المثلث at the top طول القاعدة سيكون عندي 5 والارتفاع will be 6 I will height will be 6 so half multiply 5 multiply 6 سيكون عندي result 5 ضرب 6 سيكون عندي 30 30 ضرب النص نصف الثلاثين will be 15 سيكون عندي 15 الآن لو انتقلنا إلى المثلث الثاني area will be half multiply H so half multiply I طول قاعدة المثلث الثاني will be 4 هذه هي القاعدة 4 والارتفاع will be 3 so 4 times 3 4 ضرب 3 12 12 12 ضرب النص أو نص الـ 12 will be 6 now total area طبعا رح يكون مجموعة المساحتين so 15 plus 6 I will end up with 21 feed to the power of 2 for question number 3 the two shapes are الشكلين هما الشكل الموجود عندي في الأعلى نقسمنا الشكل من المنطقة هذه الشكل الموجود عندي في الأعلى هو the parallelogram متوازي أضلاع and الشكل الموجود عندي في الأسفل هو عبارة عن the trapzoid area of a parallelogram طبعا لو نتذكر القانون رح تكون عندي طول قاعدة المتوازي الأضلاع أو parallelogram multiply height ارتفاع متوازي الأضلاع فإذا نظرنا إلى الشكل قاعدة الشكل رح يكون عندي 10 this is my base وهذه رح يكون عندي height 5 so area will be 10 multiply 5 10 multiply 5 will be 50 والشكل الموجود عندي في الأسفل هو عبارة عن trapzoid ومساحة trapzoid إذا نتذكر القانون مع بعض area رح تساوي half multiply height ارتفاع trapzoid multiply b1 طول القاعدة الأولى plus b2 فلو نظرنا إلى trapzoid القاعدة الأولى والثانية رح تكون عندي this is base 1 b1 والقاعدة الثانية رح يكون عندي الضلعة الموازي لها this is b2 والارتفاع هي المسافة ما بين القاعدة الأولى والثانية أو distance between b1 and b2 which is 6 this is h الآن الآن بالتعويض المباشر هيكون عندي half times lh 6 multiply lb1 14 plus 7 طبعا we start with the parentheses هنبدأ بالأقواس so half multiply 6 multiply 14 plus 7 which is 21 الآن ممكن أضرب النص في الستة نص الستة ثلاثة so 3 multiply 21 سيكون عندي الجواب 63 فالآن total area حجم على المساحتين مع بعضهم البعض so 50 plus 63 I will end up with 113 centimeter to the power of 2 بنفس الطريقة للأشكال التالية لو نظرنا للشكل الأول رح يكون عبارة عن سيمي سيركل نصف دائرة وتراينجل مثلث فممكن أوجد المساحة بشكل سريع حوجد في البداية مساحة المثلث الجزء الموجود عندي في المثلث half نص ضرب طول القاعدة ضرب الارتفاع فلو نظرنا إلى المثلث طول القاعدة رح يكون عندي عشرة لأنه معطيني المسافة من المنتصف إلى نهاية الدائرة خمسة لكن طول قاعدة المثلث رح تكون دبل هذه المسافة هذه رح تكون أيضا عندي خمسة وارتفاع المثلث will be four سوهير او الهاف هاف نلتبلغي طول القاعدة عشرة نلتبلغي الارتفاع أربعة أربعين ضرب النص will be in this case 20 الآن لو انتقلنا إلى السيمي سيركل نحن قلنا الاريو في السيمي سيركل أو مساحة نصف الدائرة حيكون عندي نص ضرب باي ضرب R to the power of two في السؤال هو معطيني الريد صلقطر which is five so I have half multiply 3.14 multiply 5 multiply 5 حيكون عندي الرزول 39 and 25 hundredths فالتوتل الاريال الكمبوز shape حيكون عندي 20 plus 39 and 25 hundredths الله معي الجواب في النهاية 59 and 25 hundredths feet to the power of two بالنسبة للشكل الثاني you can do this by yourself لكن المفروض الشكل هو عبارة عن triangle حوجد مساحة المثلث حوجد مساحة الركتانجل بشكل سريع أنا محتاج طول قاعدة المثلث اللي هي فقط الجزء الموجود عندي والارتفاع or let us do this question خلينا نحل هذا السؤال لأن في فكرة بسيطة في هذا السؤال فلو نظرنا إلى هذا السؤال ممكن أقسم الشكل إلى مثلث موجود عندي في العالة والركتانجل الموجود عندي في الأسفل ففي البداية لازم أوجد قيمة البي أو قاعدة المثلث أنا في البداية عارف أن طول الظلع من البداية إلى النهاية رح لازم يكون عندي يساوي 20 وهو معطيني المسافة هنا 6 يعطيني هنا 8 فالباقي والمتبقي المفروض يكون عندي 6 الآن يكون عندي 6 plus 6 plus 8 يساوي 20 طول القاعدة رح يكون عندي 6 والارتفاع هو معطيني الارتفاع من الأسفل إلى الأعلى رح يساوي عندي 10 أنا عارف أن هذا الجزء يساوي 6 فالباقي هو ارتفاع المثلث اللي هو في هذا الحال رح يساوي 4 الآن عندي جميع الأدوات عشان أستطيع أني أوجد مساحة المثلث ومساحة المستطيل فمساحة المثلث سيكون عندي نص ضرب طول القاعدة قاعدة المثلث 6 ملتبلاي ارتفاع المثلث 4 هذا 24 هذا يكون عندي 24 نص 24 سيكون عندي 12 المثلث الarea of a rectangle مساحة المستطيل سيكون عندي طول المستطيل ضرب العرض فطول المستطيل سيكون عندي 20 هذا ال العرض سيكون عندي 6 20 x 6 سيكون عندي 120 لذا الطال الأدوات سيكون عندي 120 120 plus 12 سيكون عندي الجواب 132 بالنسبة للسؤال التالي ممكن ايضا اقسم الشكل الى triangle مثلث وترابازويد طبعا بالنسبة للترابازويد هذه رح تكون طول القاعدة الأولى وهذا رح تكون طول القاعدة الثانية والمسافة بينهم رح تكون عندي ال H سيستخدم القانون عشان اوجد area of a trabezoid وحوجد القانون عشان اوجد مساحة المثلث طبعا قاعدة المثلث 1.1 والاتفاع المثلث رح يساوي 4.8 في النهاية يمكنك فعل هذا باستخدام المثل 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 27 42 سمت أو سمت سمت نوع آخر من الأسئلة ممكن يعطيني ويطلب مني find the area of the shaded region وبالنسبة للش shaded region دائما بالنسبة للمساحات اللي هي ما بين شكلين القاعدة الأساسية يا شباب هو مساحة الشكل الكبير ناقص مساحة الشكل الصغير فلو نظرنا الشكل الكبير هنا رح يكون عبارة عن rectangle أو مستطيل وحط رح منا مساحة المربع الأول ومساحة المربع الثاني حيتبقى لي المنطقة المضللة اللي هي ما بين الشكلين فالآن larger shape الشكل الأكبر رح يكون عندي المساحة باختصار طول المستطيل ضرب عرض المستطيل فلو نظرنا إلى طول المستطيل رح يكون عندي 32 زائد الثمانية اللي هي 40 ضرب عرض المستطيل اللي هو الثمانية وثمانية نقسم ليها إلى جزئين ثمانية رح يكون عندي 16 فممكن بكل بساطة أضرب الطول 40 العرض 16 أو 640 هذه هي مساحة الشكل الصغير الآن بالنسبة لل smaller shape حوجد مساحة المربع الأول الطول معطين إياه ثمانية العرض معطين إياه ثمانية بالنسبة بالنسبة المستطيل الثانية معطين إياه ثمانية ثمانية فبكل بساطة ممكن أوجد مساحة المربع الواحد ثمانية ضرب ثمانية اللي هي 64 وبما أن في عندي مربعين ممكن أضرب مساحة المربع الواحد اللي هي 64 في اثنين عشان أوجد مساحة المربعين عبعضهم البعض فهنا رح يكون عندي 128 328 نفس ما اتفقنا المساحة المضللة ما بين شكلين حطرح مساحة الشكل الكبير من الشكل الصغير فمساحة الشكل الكبير سيكون عندي 640 سأخذ 128 سأخذ 512 فت إلى 2 بنفس الطريقة لو انتقلنا إلى question number 8 find the area of the shaded region طالب مني مساحة الجزء الملون وباختصار حوجد مساحة الشكل الكبير اللي هو عبارة عن ترابازوي حطرح مننا مساحة الشكل اللي هو المثلث حيطلع معايا مساحة الجزء المظلم فهنا إذا وجدنا مساحة الترابازويد نفس ما اتفقنا مساحة الترابازويد هي الانترابازويد الانترابازويد أو الارجر شاب سأسميها AL يعني A for الارجر شاب half ضرب الارتفاع ضرب B1 plus B2 قاعدة الأولى زائد القاعدة الثانية طبعا القاعدة الأولى this is B1 this is B2 والمسافة اللي بينهم هي ارتفاع H so half multiply 16 multiply 20 plus 40 حبد دائما بالقوس 20 زائد 40 60 60 multiply 16 multiply half حيطلع معاي الجواب 480 هذه مساحة الشكل الكبير ترابازويد now حنوجد مساحة المثلث for triangle we said that the area قلنا مساحة المثلث حتكون عندي المص for smaller shape ضرب ضول القاعدة ضرب الارتفاع فلو نظرنا إلى المثلث قاعدة المثلث رح تساوي عندي 40 والارتفاع المثلث أو height will equal 16 so half times 40 times 16 ممكن أضرب النصف 40 نصف 40 رح يكون عندي 20 20 times 16 I will end up with 320 فالarea between these two shapes سيكون عندي مساحة الشكل الأكبر 480 سأضرب منها مساحة الشكل الأصغر 320 سيطلع معي في النهاية 160 أصغر سأتقل إلى الأحجام ونركز على شكلين بشكل أساسي اللي هو البرزم بشكل عام الرجل ونحن البرزم ونحن سأتقل عن البرزم بالنسبة لليه الموضوع بسيط إذا عندي رجل برزم القانون دائما رح يساوي اللينغ الطول ملتبلاي الويت ملتبلاي الهايت أو في إذا رجعنا إلى قانون حجم أي برزم دائما الفوليوم رح يساوي بي كابيتل والبي كابيتل هي مساحة قاعدة المنشور أو البرزم فلو نظرنا إلى قاعدة البرزم هي عبارة عن ريكتانجل أو مستطيل نحن عارفين قانون مساحة المستطيل أو البي هي الطول ضرب العرض فمعنى إن البي كابيتل تساوي الطول ضرب العرض معناها قانون الفوليوم للريكتانجل رح يكون عندي ال لينغ ملتبلاي ويت ملتبلاي هايت هيكون عندي الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع دائما فهنا تطبيق مباشر ممكن أعتبر الـ 22 هي اللينغ واعتبر هذي الويت واعتبر هذي هايت طبعا هذي عشر ونص 10.5 فه هاعوض هيكون عندي 22 ملتبلاي 12 ملتبلاي الـ H اللي هي 10.5 اجس ملتبلاي هيطمعي في النهاية 2772 انشز لأن الآن أنا أتعامل مع بوليوم سوف أتكلم عن الوليوم سؤال 2 سؤال 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 بوليوم إذا عرفت إن الشكل عبارة عن ركتانجل بريسم وطال من الفوليوم أعرف الفورملا الفورملا الفوليوم راح تساوي length ملتبلاي الويت ملتبلاي الهيط ممكن توجدوها بنفسكو المفروض إن الفوليوم يكون معاك في النهاية تقريبا راح يكون عندي 170 هنا لأسئلة number 11 ساشا ملتبلا الفوتو بريسم 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 12.5 إنش long فهو معطيني اللين 42 إنش wide معطيني الويت العرض العرض 12.5 إنش طول معطيني الارتفاع if if one bag of packing material holds 75 cubic إنش بريسم أقل الان الواحدة سيكون حجمها 75 كوب إنش how many bags how many bags does بالقانون حيكون عندي طول ضرب العرض ضرب الارتفاع حجمها 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 عندي length multiply width multiply height حجمها عندي length 4.2 multiply width or let's go back here so I will have length times the width times the height length will be 12 and a half multiply the width which is 4.2 multiply the height which is in this case 12.5 كنا الهيضان height 12.5 so I will have 656 25 هذا باختصار هو الحجم so now to find the space this shape is wrong so now if one bag of material holds 75 cubic of material how many bags does Sasha need to fill the space around the box or photo box in this moment we will take number of bags of bags rach yusaui total volume in masaha kuleyya well hajim kuley the photo box divided by the volume hold by one bag material one bag of material الحajim illa rach yagshgala huo 75 so volume of one bag bhaq haqsa total volume 556 and 25 hundredths divided by 75 hai tola maai taqriban in the number of bags that I need will be around 8.75 waha amilla round up so taqriban I will need nine bhaq bhaq you can do this question by yourself so question number five find the volume of each of the figures below and round to the nearest hundredth if necessary بالنسبة للشكل التالي هنا هيكون عندي الاشكال عبارة عن triangular prism نحن قولنا triangular prism rectangular prism عندهم نفس القانون القانون هو التالي v رح يساوي b capital multiply h و و b capital هي مساحة القاعدة ونحن عندنا في triangular prism القاعدة عبارة عن مثلث فلازم أول خطوة أني أحدد القاعدة فعند القاعدة الأولى هو المثلث الأول وعند القاعدة الثانية اللي هي المثلث الثاني فهنا القانون رح يكون عندي مساحة b capital رح تساوي نص ضرب طول قاعدة المثلث ضرب h small وهذه رح تكون ارتفاع المثلث ضرب h capital والh capital هو ارتفاع triangular prism كيف ممكن أوجد h capital دائما يا شباب h capital هتكون المسافة بين المثلث الأول و المثلث الثاني فهنا عندي المسافة بين المثلث الأول و المثلث الثاني يعطيني هي ثلاثة سوء الh capital ستساوي عندي ثلاثة طب بالنسبة للمثلث ال b ال b طول قاعدة المثلث رح يكون عندي 7.2 طب بالنسبة الارتفاع المثلث رح يكون عندي 9 بتعويض مباشر رح يكون عندي half ضرب 7.2 multiply 9 multiply h capital اللي هي ثلاثة حبدا هنا طبعا اضرب data that i have here so i will end up with تكون عندي half 7.2 multiply 9 اضرب معاي في النهاية 3 or 32 point four ضرب الثلاثة او end up with 97 point two هذه باختصار هو volume beta to the power of three واشا نمبر four بنفس الطريقة هيكون في عندي triangular prism لان القاعدة عبارة مثلث فحدد المثلثين ححدد المثلثين فالvolume رح يساوي b capital multiply h capital ال b capital رح تكون عندي مساحة القاعدة والقاعدة عبارة مثلث رح تكون عندي half ضرب b small ضرب h small اللي هي مساحة المثلث ضرب h capital so half multiply الان هركز على المثلث او القاعدة طول قاعدة المثلث 2.6 multiply h اللي هي ارتفاع المثلث 4.1 حضربها في h capital نحن قلنا ال h capital هو ارتفاع triangular prism وهي المسافة ما بين المثلثين مسافة بين المثلث الاول والثاني اللي هي 5.1 so this is h capital so this is 5.1 i will end up with طبعا حضرب حبد بالقوس i will end up with 5.33 5.33 multiply 5.1 my result will be 27 and 2 tens 5.3 for question number five and question number six سيكون لدي شكل جديد وهذا الشكل نحن سميناه pyramid بالنسبة بالنسبة بالبيرمد دائما تسمية البرمد أو تسمية الهرم تكون على حسب شكل القاعدة فبما أن قاعدة الهرم عبارة عن مثلث سنسميه triangular pyramid وبالنسبة للهرم الثاني بما أن عبارة عن مربع أو مستطيل سنسميه rectangular pyramid طب بالنسبة للبرمد كيف ممكن يكون عندي القانون قانون البرمد أو volume of a pyramid سيكون عندي 1 out of 3 1 على 3 ضرب ال B capital وال B capital نفس ما اتفقنا هي مساحة القاعدة multiply H capital وهنا ال H capital ستكون عندي ارتفاع الهرم فلو نظرنا إلى السؤال الأول طبعا في السؤال الأول قاعدة الهرم عبارة عن مثلث فعلى طول سعوض بالقانون نحن قلنا القانون B 1 على 3 ضرب ال B capital multiply H capital سناو سيكون عندي 1 على 3 multiply B capital سيكون قانون مساحة المثلث لأن القاعدة عبارة مثلث مساحة المثلث هي نص ضرب طول القاعدة ضرب الارتفاع multiply H capital طبعا ال H capital في هذه الحالة هو الاتفاع الهرم ستكون عندي 2 4 تعويض مباشر 1 out of 3 multiply 1 out half multiply طول قاعدة المثلث إذا نظرنا هنا طول قاعدة المثلث رح يكون عندي 1 على 8 و ارتفاع المثلث رح يكون عندي 1 فاصلة 4 لذا ستكون 1 point 8 multiply 1 point 4 multiply H capital ارتفاع الهرم 2 point 4 حد طبعا بالقوس سيكون عندي 1 out of 3 multiply 1 point 2 6 multiply 2 point 4 سيطلع معي في النهاية ان الفوليوم رح يساوي 1 cubic meter وبنفس الطريقة لكوستشن نمبر سيكس لكن هنا البي كابيتل هيختلف معايا لان القاعدة الان عبارة عن مستطيل ونحن قلنا مساحة المستطيل رح يكون عندي طول ضرب العرب سيكون عندي الفوليوم equal 1 out of 3 multiply البي كابيتل multiply ال H كابيتل 1 out of 3 multiply ساحة القاعدة هي الطول ضرب العرض فهذا فهذا هو طول القاعدة مستطيل وهذا رح يكون عندي العرض W so 4 2 out of 3 so 2 third رح يكون عندي عبارة عن 0 point 6 6 ضرب 3 3 ارتفاع اللي هي 3 point 3 طبعا 3 and 1 out of 3 هي 3 point 3 فهنا رح يكون عندي 1 out of 3 او if I multiply all the results اضربت كل البيانات مع بعضهم البعض المفروض ان ال volume يطلع معايا 15 point 6 yard to the power of 3 وهذا باختصار بالنسبة لل volume في عندي شكلين اللي هو triangular أو rectangular prism triangular prism و pyramid طبعا الان ممكن يكون عندي سؤال اخر بطريقة اخرى triangular prism has a height تكون معطيني triangular prism ونحن عارفين قانون triangular prism has a height ومعطيني height 5.9 and volume ومعطيني V what is the area of the base وطالب مني ال B capital نحن عارفين ان لأي prism triangular ور rectangular القانون هو V B capital اللي هي area area of the base مساحة القاعدة multiply H capital the height of the prism ارتفاع ال prism فبالنسبة للسؤال التالي هو معطيني قيمة volume في السؤال so 86 0.376 equal ال B capital هي المطلوبة مني في السؤال area of the base I don't know multiply H capital he gave me the height معطيني the height triangular prism 5.9 فبكل بساطة طبعا هيكون عندي المتغير هو B فا I will divide in both side حتخلص من 5.9 so I can find the value of the B فحق simply 5.9 on both sides I will have B capital equal 86 divided by I will end up with 14.64 بنفس الطريقة للسؤال التالي question number 8 a rectangular pyramid has a height so now I have a pyramid let the can un pyramid V equal one out to three multiply area of the base has a height of 9.5 centimeter so this is H capital and the volume I have this is the volume what is the area of the base this is B capital is what I need so V will equal 494 1 out of 3 multiply 9.5 so now mمكن I can simplify this expression how do I have a fraction and I will have 9.5 over 3 multiply and I will be capital if I have a fraction and I will multiply both sides by the reciprocal of 9.5 over 3 so here we have 494 and I will multiply here and I will multiply here by 3 over 9.5 these will go together I will have will be now alone I will multiply for 494 multiply 3 and I will have 1482 divided by 9.5 divided by 9.5 I will end up with capital B and I will have 156 I am for question number 9 and question number 10 we still talking about the volume a glass of stand to display a doll is in the shape of a right triangular pyramid as shown the volume of the stand latine volume and this shape is a triangular pyramid فنتذكر القانون V equal 1 out of 3 multiply capital B multiply capital H I have a volume what is the height of the stand طالب مني the height what is the H فلازم في البداية أوجد B capital فهنا if we look at the base إذا نظرت إلى القاعدة القاعدة عبارة عن مثلث وإحنا اتفقنا مساحة المثلث B capital ستساوي نصف طول قاعدة المثلث ضرب الارتفاع so I can find half multiply قاعدة المثلث is 9 وارتفاع المثلث is 9 so B capital should equal 40 and a half 9 by 9 81 81 ضرب النص رح يطيني 40.5 فاعوق I will substitute so here I have 202.5 1 out of 3 multiply B capital which is 40 point 5 multiply H بنفس الطريقة حضر بال40 بال1 out of 3 so 40.5 over 3 multiply H capital رح يطيني 202 point 5 حضر بالطرفين بالرسبريكل لأن I need to cancel out this fraction بالمقلوب so 3 out of 40 point 5 multiply here will have 3 over 40 point 5 these will cancel out ففي النهاية الجواب H رح يساوي بتينه 5 ضرب الثلاثة قسمة 40 فاصل خمسة I will end up with 15 الhide should equal 15 أو لو كان السؤال عبارة عن multiple choice حبحث في الخيارات شو العدد اللي أنا بعد وضف الh وأضربه بال40 point 5 وأقسمه بالثلاثة والناتج يكون معايا 202 point 5 for question number 10 you can do it by yourself سؤال العاشر في النهاية المفروض أن الhide يطلع معاكم يساوي 6 سؤال العاشر سوف يكون عندنا 2 questions 1 the electronic part سؤال في الجزء الالكتروني وأيضا سؤال في الجزء الورقي هتوقف هنا وإن شاء الله نكمل في الجزء الثاني سؤال العاشر